مرحبا بكم أصدقاء يوتيوب اليوم سنتحدث عن أحدث إبداع من أبل نظارة أبل إنها تقنية مذهلة تجمع بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي فهي تمنحك تجربة لا مثيل لها ستدخل نظارة أبل عالما جديدا حيث يمزج الواقع بالخيال وتتيح لك الاستمتاع بتفاصيل لا يمكن تصورها لن تستطيع الانتظار لتجربة هذه التكنولوجيا الرائعة أليس كذلك؟ فتابعونا لاكتشاف المزيد حول نظارة أبل ومدى تأثيرها على مستقبل الترفيه والتكنولوجيا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتكون أول من يحصل على آخر تحديثات أبل وأخبار التكنولوجيا ولآن دعونا نغوص في عالم الواقع الافتراضي مع نظارة أبل أطلقت شركة أبل نظارة العالم الافتراضي تحت اسم أبل فين برو والتي تمزج بين العالم الحقيقي والرقمي وتبدو على شكل نظارة تزلج بسعر خيالي وسنستعرض تفاصيل نظارة العالم الافتراضي من أبل خلال التقرير التالي قال الرئيس التنفيذي تين كوك إن نظارة أبل فين برو تعتمد على تقديم تجارب للواقع المختلط وتدمج العالم الحقيقي مع عناصر رقمية وتتيح للمستخدم التحكم في درجة اندماسه في العالم الافتراضي مع التحكم بإشارات اليد والأوامر الصوتية دون الحاجة إلى ذراع تحكم لليد وتعتبر نظارة أبل فين برو أول منتج من أبل تنظر من خلاله وليس إليه وتبدو على شكل نظارة تزلج لكن الشائعات كانت قد تحدثت عن وجود حزمة بطارية منفصلة والتحكم بالنظارات باستخدام العينين واليدين والصوت مميزات نظارة أبل فين برو صممت نظارة فين برو على أنها جهاز AR بشكل أساسي لكن يمكن التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي الكامل باستخدام ما يسمى القرص الدوار لا يتطلب الجهاز استخدام اليد ويتم تصفح صفوف أيقونات التطبيقات بالنظر إليها فقط كما يمكنك الضغط للاختيار والتمرير بالتمرير السريع ويمكنك أيضا إعطاء أوامر صوتية تدعم نظارة أبل فين برو إكسي سوارات بلوتوث وتتيح لك توصيل جهاز ماك بالنظرات ويمكن للكاميرات الموجودة باتجاه الأسفل التقاط صورة ليدك حتى لو كانت مستريحة على جسدك يحتوي الجهاز على واجهة زجاجية وإطار من الألومنيوم ويحتوي على خمس حساسات واثنى عشر كاميرا وشاشة وحاسوب مبرد بمروحة كما أن قناع النظارات وحزامها مبطن بالقماش وقابل للتعديل وتقول أبل إنه يمكن أن ينحني ليتناسب مع مختلف أشكال الوجه وأحجام الرأس وصممت شركة زيس إدخالات بصرية مخصصة تتم إلصاقها بالعدسات للأشخاص الذين يرتدون النظارات ويحتوي الجهاز على بطارية خارجية تدوم حتى ساعتين ويمكن توصيلها بواسطة كابل منسوج مرن حتى يمكن وضعها في الجيبي ووعدت أبل عملائها بأن الشاشة ستكون حدة بشكل لم يسبق له مثيل ويمكن تسليم فيديو بدقة أربعكي وأكدت شركة أبل أن النظارة لن تعزل الفرد عن الأشخاص من حوله وستعرض النظارات عينيك باستخدام نظام يسمى A-Z وإذا كنت في VR كامل فسيتم تعتيم الشاشة المضيئة لتشير إلى عدم توفرك ويقوم الجهاز بإنشاء شخصية رقمية بمعنى افتراضي متقدم عن طريق مسح وجه ويستخدم الجهاز فيديو بمرور الصورة الذي يتيح لك رؤية العالم الحقيقي بألوانه الكاملة ولكن يمكنك أيضا عرض الكائنات ثلاثية الأبعاد في الفضاء الحقيقي سعر نظارة أبل فين كرو يبدأ سعر النظارة من 499 دولاراً على أن يبدأ البيع في الربع الأول من عام 2024 24 ترجمة نانسي قنقر